دور الأرض حول محورها ويعرف هذا المحور بالمحور الدوران وهو خط وهمي يمتد من القطب الشمالي ويمر في مركز الأرض وينتهي عند القطب الجنوبي يميل محور الدوران الأرض بزاوية محددة يستغرق الدوران الأرض حول محورها دورة كاملة يوما كاملا 24 ساعة وتسمى هذه دورة الأرض اليومية وفي كل دورة تصل مناطق الأرض جميعها كميات محددة من ضوء الشمس تعاقب الليل والنهار نتيجة لدوران الأرض حول محورها يتعاقب حدوث الليل والنهار على سطح الأرض لفترات زمانية تختلف حسب أوقات السنة فيكون الوقت نهارا في منطقة الماء حين يكون موقعها مواجها للشمس ويكون الوقت ليلا حين يكون موقعها غير مواجه للشمس حركة الأرض حول الشمس تدور الأرض حول محورها ونتيجة لذلك يتعاقب الليل والنهار في الوقت نفسه في أثناء دوران الأرض حول محورها تدور حول الشمس في مدار إهليجي محدد ويعرف المدار بأنه المثار الذي يأخذه جسم ما في أثناء دورانه حول جسم آخر تستغرق الأرض سنة واحدة 365 يوما تقريبا أو 12 شهرا لتكمل دورة واحدة حول الشمس بسبب هذه الدورة حول الشمس وميل محور الأرض بزاوية محددة تحدث في وصول السنة المختلفة وتختلف درجات الحرارة على بناتق سطح الأرض تعاقب الفصول الأربعة تسمى الدورة الكاملة للأرض حول الشمس دورة الأرض السنوية إذ تحافظ خلال دورانها حول الشمس وحول نفسها على ميل محورها باتجاه ثابت مما يؤدي إلى ميل نصف الكرة الأرضية الشمالي نحو الشمس فيحل فصل الصيف بينما يحل فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي وبعد مرور ستة أشهر يحدث العكس فيكون ميل نصف الكرة الجنوبي نحو الشمس فيحل فصل الصيف بينما يحل فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي التي تكون فيه الأرض أقرب ما يمكن إلى الشمس نتيجة لدواران الأرض حول الشمس وميلان محور دواران الأرض تتعاقب الفصول الأربعة على سطح الأرض يؤثر ميل محور دواران الأرض في عدة ساعات النهار المتوافرة على سطح الأرض فمثلا في أجزاء الأرض التي تميل مبتعدة عن الشمس يكون النهار قصيرا ويكون الفصل شتاء أما في الأجزاء التي تميل نحو الشمس فيكون النهار طويلة ويكون الفصل صيفا